الصباح رباح صباح الخير وصباح المحبة والعافية صباح الأكلات الطيبة يا جماعة الخير قولي ليش منيرة قاعد تتكلم عن الأكلات اليوم بالبداية أكيد مثل ما هو معروف يعني السلطنة في خلال السنوات الماضية عملت على إيجاد مناخ مشجع لجذب الاستثمار الأجنبي وتحفيز رأس المال المحلي فقامت أكيد بتحسين البيئة الاقتصادية اللي راح عملت نوع من الحوافز المشجعة وأيضا يعني سناحت يعني هناك كانت العديد من الفرص من القوانين والتشريعات المنظمة لهذا القطاع وهو أكيد قطاع حيوي باعتباره أحد الروافد التي تعول عليها السلطنة من تنفيذ برامج وسياسات التنوع الاقتصادي وأكيد هنا كانت العديد والاهتمام كبير من لدن مولانا حضرت صاحب الجلالة السلطان هيثم من طارق المعظم الله يحفظه ويرعاه فيما يتعلق بيئة السهيلات وتشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي أيضا على طاري الاستثمار الخارجي خلي نقول أو الاستثمار الأجنبي اليوم معانا الاستاذ إيليرزي رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية رح يحدثنا حول زيارة وفد جمعية صناعين اللبنانيين يا ترى بالبداية احنا رح نتعرف على قصتها وكيف استثمر في البلد وأول ما وصل هنا في البلد شن الفكرة اللي أخذها عن أمانا الغالية صباح الخير أستاذ إيليرزي صباح النور نشكركم على استضافتكم الكريمة أهلا وسهلا فيك نحنا قبل الله نتكلم كونك رئيس الوفد الآن الوفد قادم إن شاء الله وبإذنه وفي جمعة جميلة يوم الثلاثة ولكن نحنا بالبداية حابنتكلم عنك شخصيا وصلت لسلطنة عمان من المطار أخذت فكرة عن أمانا الغالية فيارتي تحبتنا هي العين تعشق من أول مزرة وأول ما واحد يدخل مطار عمان ما شاء الله ويلقيها الشعب الطيب والاستقبال الحار والودود ينعجب ويحب هذا البلد يعني حتى أنا ملفتي دايما مش بس لقلي أنا كل من زار عمان وأنا أطلعته عليها السائك التاكسي العماني من أجمل وأطيب الناس الممكن تقابليهم ولازم فعلا قدم لهم كل الشكر وكل التقدير لأنه فعلا هم بيكونوا الواجهة الحضارية والسياحية لعمان لأنه أنا بقول لي كرجل أعمال كثير التجوال والترحال والسفر وكسائح أول شيء يلفتني التعامل تبع سائك التاكسي ابن البلد كيف إذا كان ودود ولا يلفتك السائك التاكسي العماني عنده كرامة عنده عزة نفس عنده طيبة عنده الأصالة العربية العمانية كان هذا أول حافز بلد طيب بعدين ما شاء الله البنية التحتية وجمال البلد والأمان والاستقرار فعلا يعني تعطيكي شؤور بالاطمئنان وراحت البل والحمد لله هذي حب من أول نظرة بيقولوا هو فعلا أول واحد يجي سلطنة عمان يقع في حبها من أول نظرة أنا بقولك نحن بصراحة بكل صراحة بما أنه يعني راح تكون لنا زيارة في المطعم عندك كونك مستثمر وهناك أكيد يعني فيه سلسلة مطاعم إن شاء الله الأستاذ إلي رزق راح يعني راح تكون لنا زيارة وإن شاء الله فيه افتتاحات قادمة بإذن الله لمطاعم أخرى حدثنا أكثر كيف شفت الإمكانية إمكانية الاستثمار هنا في السلطنة والله أكثرها تحفيزا يعني اليوم التحوافز التي تقدمها السلطنة عمان رائعة من أكثر الحوافز التي تقدمها دول الجوار أو دول الخليج أو دول منطقة أو دول العالم إن كان من سرعة وسهولة تنفيذ المعاملات أنا عتبي بس على عمان والعمانيين والكيادات التسويق يا أخي ما شاء الله نحن نروح بلدان عندهم تسويق كتير وما عندهم إمكانيات إلا جليلة ما شاء الله عمان هالمقومات والمكونات الكتيرة وقليل التسويق يعني ما حد يعرف عنها إلا إذا فعلا زارها وعاش بين أهلها واكتشفها أنا برأيي يجب أن يكون هناك وبدأت ما شاء الله الوزارات المعنية بحملات بس اطلع الناس على ما هي عمان عمان ليست بحاجة إلى إبهار وملح مثل ما منقول بالمفهوم التسويقي لتجميلها هي جميلة وهي رائعة وشعبها طيب وتتمتع بكل المواصفات والمكونات التي تجعلها تكون أحلى وأجمل مقصد سياحي واستثماري واقتصادي ليه ما تتمتع به؟ أولا من طيبة وأصالت شعبها واستقبالهم وبيستعب لك في ود في طيبة بالاستقبال وتانيا من التسهيلات والبنى التحتية اللي ما شاء الله عليها تلعبها الحمد لله طيب بما أنك اليوم كونك مستثمر هنا في البلد نعم أكيد كانت لك رسالة للوفد اللبناني أن يستثمروا هنا كما وصل عدد المستثمرين اللبنانيين في السلطنة؟ والله الحمد لله أول وفد استثمر لحالة الآن 35 شركة بدأوا بالتسجيل ومصانع نحكي مصانع 50 ألف متر 20 ألف متر مصانع كبيرة وهذه طبعا كلها ستساهم بفتح فرص عمل للشباب العماني الباحث عن فرص العمل لأن نحن أول مسئولية اجتماعية نشعر بها أنه يجب أن نتعاون نحن والشعب العماني لنتكامل ويكون هناك هذه العلاقة التبادل الخبرات والشراكة مع الشباب العماني لما يتمتع به الشباب العماني من مقومات وكفاءات ومواهب الشعب العماني شعب موهوب وشعب كفوء يجب أن أعطاء الفرصة ومنح الفرصة وتوجيهه وتشارك الخبرات معه ما شاء الله هو ينتج ويكون شعب منتج ممتاز طيب نتكلم عن الآن يعني آراء أيضا يعني اللبنانيين سابقا الآن مرة ثانية في وفد آخر قاد إيش رأيهم بالتسهيلات المقدمة أو البنية التحتية في سلطنة عمان للاستثمار والله كانوا معجبين جدا وكانوا متفاجئين أنه كيف ما حدا أخبرهم عن عمان قبل ما أنا إيجي يعني أنا صرت بشعر بشعر فعلا بشكل طبيعي أنه أنا لازم دايما أسوق لهذا البلد وأطلع الناس للناس تستفيد يعني مش بس لمصلحة عمان لمصلحة لبنانيين كمان وفعلا مين ما عم بيجي على عمان عم بيلاقي أنه في مصدقية بالتسويق عن عمان وفي مصدقية بالكلام اللي إلناه ومشاء الله عم بيبدأوا ومن الوفد اللي جاي الحين نحن بزيارتنا الميداني إلى مدينة سماية الصناعية حيكون في هناك توقيع على 150 ألف متر 200 ألف متر لمصانع قادمة وكلها طبعا تتنوع بالكطاعات الانتاجية والتي بإمكان أن تفتح فرص عمل للشباب العماني وفي تبادل خبرات أكيد ومنتجات لبنانية راح تكون هنا في السلطنة بإذن الله أنت ذكرت نقطة وايد حلوة تحت الهواء قلت أننا راح نستثمر الآن بالجانب الزراعي وجوانب أخرى ومختلفة والسياحي والصناعي أهم ما يميز هذه العلاقة هي علاقة أخوة وشراكة وتكامل هذه العلاقة الشراكة تعتمد على أن المنتجات اللبنانية لها شهرة عالمية وموجودة في الأسواق العالمية وعمان كموقع استراتيجي منفتح على كل الأسواق العالمية يصبح من السهولة في مكان أن يأتي المستثمر اللبناني ليفتح مصنعه هنا ويستثمر في عمان للاستفادة من الموقع استراتيجي وهو ليس بحاجة للبحث عن أسواق عالمية أوريلي موجودة هو بحاجة عن مكان وبيئة حاضنة ليتمكن من بناء مصنعه وتسويق منتجاته وهذه الشراكة والتكامل الحمد لله اللي هي فعلا بسموها الخلطة الناجحة إن شاء الله بالتعاون والتكامل بين الرجال العمال البلدين طيب يعني نحن أيضا هناك كي كانت رسائل توجيهية من قبل معالي قيس من محمد ليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار ما شاء الله عليه هو أول من نزل على بيروت وفعلا يعني دعانا لزيارة عمان وبناء على دعوة وجيت أنا منذوب منتدب من قبل هيئات الاكستادية اللبنانية للاطلاع على البلد وتحضير الزيارة وجات جائحة كورونا وتريت أني أنا يعني ما حسيت حالي أني أنا بالعكس لمست كل المحبة وكأني بين أهلي وما شعرت يوم أن أنا بعيد عن وطني وعن عائلتي لأنه كان عندي الشعب العماني كله كأهل بناء على هذه الزيارة لما انتهت شائحة كورونا عملنا وفد زيارة الثانية للهيات الاكستادية ومشاء الله معالي قيس وضع بتصرفنا كل التسهيلات وأنا أستطيع أن أؤكد لك من أسرع بلدان العالم وبعدين هناك معلومة لا يعرفها الكثير سلطنة عمان هي أول بلد بيبرلس بالخريج ولكن هناك دول أخرى تدعي أنها أول بلد بيبرلس لأنه بتستعمل دعاية والإعلان ولكن أي واحد بيلمس أنه عمان كلنا بيبرلس وإي جوفرمنت وتسهيلات وسرعة في تنفيذ الإجراءة جميل جداً كيف لقيته أيضاً فيما يتعلق بالأمور البنكية من التسهيلات من القروض من تمويل من يعني تخليص المعاملات هنا في البلد هذا موضوع جداً أنا بشكرك أنك فتحته نحنا كلبنانيين جايين كمستثمرين لسنا بحاجة إلى قروض نحنا الحمد لله الشعب اللبناني عنده فلوس نحنا مش شعب مفلس شعب منهوب يمكن من يداتنا السياسية بس نحنا ما شاء الله جايين نستثمر فلوسنا أنا يعني تمنيت على معين الوزير ونتمنى على القيمين وإن شاء الله يكون إلنا لقاء مع حاكم البنك المركزي عم بيكون فيه تشدد أنا أراه من بعض النواحي غير مبرر وتأخير في عمليات فتح حسابات الشركات وهذا العائق الوحيد الذي نجده نحن نتفهم أنه لازم يكون في كاي واي سي ولازم يكون في مراسلات نحنا عم نقوم بكل هذه المراسلات ولكن نجد أنه عندما تذهب المراسلة إلى البنك يصار إلى تأخير عندما نتابع تلك العملية يرجع وقالوا آه كان فيه ناقص ورق رجعوا بعطولنا يهر لماذا قلتولنا من قبل يعني نحنا حريصون نحنا أموالنا كلها أموال نظيفة وأموال شرعية وأموال جاي تستثمر وجايين من بنوك مثل سويسرا وأوروبا وماش أموال جاي من لبنان عشان الواحد يقول لهناك خوامة أنا أتمنى بس على الكطاع المصرفي اللازي هو حديث وممكنا والأي تي أم والسورفيس الإلكتروني اللي فيها رائعة ولكن الكوربريت شئ الكوربريت بما يتعلق بإنجاز المعاملات نتمنى أن يكون هناك وقت أسرع في عديد من البنوك وبطريقة أسهل يعني نعم هم حقهم أن ياخدوا كل المطالب وكل الكاي واي سي والطلبات ولكن لازي نكتشفه أن نحنا من بعد ما نقدم كل شيء تنام المعاملة عندما نتابع المعاملة بعد أسبوع أثنين ثلاثين بيقول لك آه أنت تنسيت ورقة طيب ليهما أنت تبعت وليهما قلت لي ودلك تاخد أوقات شهرين ثلاثة أوقات عم تاخد ستة شهور لفتح حساب شركة مش شخص الأشخاص الحمد لله تعاملنا مع البنوك رائع إذا نحنا نتحدث اليوم فقط العرقلة في بعض القطاع المصر التأخير مش عرقلة تأخير عم بيكون بين الشركات حسابات الكوربريت نتمنى نتمنى أن يصار إلى يعني تأسراع من كبالهم لأنه حق ما بدنا تخفيف الأوراق حقهم ياخدوا كل الضمانات وكل الأوراق عشان تكون الكمبلاينس مع القوانين المصرفية ما عندنا مشكلة بهذه بس يكون في سرعة والله رسالة جميلة جدا استاذ إلي استاذ إلي الآن نحن نتكلم عن المطعم نحن الحمد لله حبينا أول ما جينا عمان لأنه أنت كل ما تتكلم تحت الهوى عن المطعم وأنا أجوع أكثر هو بالحقيقة نحن حبينا أنه عمان تستاهل يكون فيها مطاعم مستوى عالمي مقصد سياحي بقى جبنا مطعم عنا ببيروت وفتحنا أول فرع في القرم وعملناه حوالي سبع نجوم يعني وعكسنا التراث والأصالة اللبنانية والضيعة اللبنانية مع التراث العماني وحاولنا نسعى أنه يكون فيه هناك مساحات عشان المستهلك أو الزبون يلاقي كل الهداء والحمد لله عم نقدم خدمة نوعية جيدة بأسعار جدا متنافسة ليه لحتى يكون فعلا فيه مطاعم سياحية لما يجيكي حدا من برا واحد يفتخر أنه يعزموا عليه وتصوري أدما الحمد لله الحمد لله كان المطعم جدا ناجح بالاستثمار رغم كان في ناس متحفزة أنه كورونا كاننا منفتح ست فروع بغلال شهرين يعني فتحنا خوار الحيل مع بيلا وهلا عم نفوت بقونسيرت جديد وهدي شجعت أنه براند نيم علامات تجارية بالمطاعم اللبنانية أن تأتي إلى عمان ومن هلأ لسنتين حنشهد تفرط مطاعم لبنانية عالمية يعني عم نحكي مستوى عالمي والكل يعرف أن المطاعم مطبخ اللبناني والمطاعم اللبنانية عالمية أنا باعتقادي هادي ستدعم السياحة لأنه أنت لما يجي الساعة البلد بديوا يلاقي مطعم يقدر يأكل فيه لقمي طيبة وجو مريح وجو كذا وهذا الأسف لم نجده لما نجينا إلى عمان إلا بالفنادك وكانت أنا زاك الفنادك مقفلة بكلال جائحة كورونا يعني الواحد يحب يغير يعني إلى الأكلات والطعم الحمص اللبناني وغيرها يا جماعة إياس يجي على عنات بيروت الكرب حتشوفي الفرق كل الفرق ونحن حرصنا كمان أن يكون عندنا شباب عماني ووقعنا اتفاقية مع كلية عمان السياحية ومع وزارة السياحة مشكور معالي الوزير ومعالي الوزير قيس وعم نحرص أنه دائما نعطي الأفضلية للشباب العماني لأنه أنا شخصيا معجب بالخدمة اللي بتقدمها الفتاة العمانية أو الشباب العماني في الفنادك لأنه هم شعب محبوب بيحب الناس مضياف مضياف أحسنتي وخدوم وعنده كرامي وعزة نفس يعني تيجي بديك تعطيه تب بتحسي عنده كرامي أنا أفضل لأني كون عم بتعاون أنا عماني بالقطاع السياحي من أني كون عم بتعاون معي جنسيات أخرى آسيوية الله يعطيك العافية يا رب العالمين نتحدث يعني النقطة الأخيرة عن ما هو القادم هل هناك إن شاء الله يعني في مطاعم في استثمار جميل من قبل الوفد الليبنان لكن فيما يتعلق بالمصانع نعم نحن في الكطاع السياحة وبكطاع الزراعة نحن بالمصانع بدنا نستفيد قد ما فينا من المدن الصناعية وما تقدمه من حوافز وحنتخص أكتر شيء بالمواد الغذائية بالكوزماتيكس مواد التجميل بمواد التنضيف وهناك اليوم مباحثات عشان ندخل بمشروع الارتفيشل انتليجنس الروبوتيك الصناعات اللي ده هلأ هون أنا كمانا داخل بمشروع مع معالي الوزير قيس إنه تدريب الشباب العماني على الصناعة العمل بالمصانع وهناك معاهد أوروبية وألمانية وهناك أجهزة وتجهيزات ممكن استقضامها إلى عمان لتدريب وتأهيل الشباب العماني أن يعمل في المصانع التي يتم إنشائها وهذه ستفتح فرص عمل كبيرة أما بالنسبة للإستصلاح الزراعي أو الزراع أنا أشجع وأحمد الشباب العماني أن يتجه إلى الزراعات الحديثة خاصة يوم وزارة الزراعة تقدم حوافز وأراضي مجانا وتقدم كل الإمكانيات وهناك كروض كروض ميسرة للزراعات الحديثة وهناك أسوأ بحاجة تحديات الأمن الغذائي التي أفرزتها جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية تتطلب اليوم من الشباب العماني أن يتجه إلى الزراعات الحديثة والزراعات النوعية وأنا أقول لك المنتجات العمانية طيبة خضرة الفواكية وأرض طيبة مباركة وبتنتج أشياء جميلة نحن اليوم سعيدين جدا أن نحن نسمع وانت من أهل البلد أكيد ولكن مستثمر من خارج السلطنة يعني يتحدث وبحب عن الاستثمار وبعشق في سلطنة عمان وهذا أكيد فخر لنا جميعا شكرا جزيلا لك أستاذ إلي وإن شاء الله رح يكون في دعوة عشاء يعني الوفد اللبناني رح يكونوا متواجدين إن شاء الله يوم الثلاثة في المطعم بإذن الله وإن شاء الله رح نكون إحنا موجودين ورح نتوق الأكلات الطيبة اللبنانية شكرا جزيلا لك الله يحفظك يا رب العالمين كان معنا الأستاذ إلي رزق رئيس هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية وكان الحديث حول زيارة وفد جمعية الصناعين اللبناني السؤال أخير تفضلي شو اللي يستفيد منه أستاذ إلي رزق ويعني هل مستفيد من أنه دائما بين فترات فيه وفد من لبنان جايين ويشجعهم على الاستثمار في سلطان دا والله أبدا أنا بعتبرها مسؤولية اجتماعية تجاه الشعب العماني شوفي الشعب العماني وكيادة الحكيمة وعمان ما في عمره تركت لبنان واللبنانيين كانت دائما أيادة بيضاء العمانيين على لبنان وأخيرا مؤخرا المجالات الطبية والغزائية التي أرسلها يعني صاحب الجلالة جلالة السلطان هيسن بن طارق واللي هو يحب لبنان ويعرف لبنان واللي مشكور هو يعني بتوجيهاته السامية اللي عم بيفتح لنا المجالات نجي بقى نحن لا ننسى وقوف شعب عمان قيادة وشعب سلطنة عمان إلى جانبنا كلبنانيين أنا أشعر كمسؤولية اجتماعية أن يتم هذا اللقاء وهذه في مصلحة الشعبين يعني الصناعي اللبناني سيستفيد والعماني والشباب العماني سيستفيد وكون أنا مرتاح ومبسوط أنه ماشاء الله قمنا بيرج بعض جزء من الجميل اللي سلطنة عمان إلى علينا لأنه عم تأملنا بلد آمن بلد في سلام بلد في خير في محبة وفي أمان والمؤمان الاستثمار الخارجي واللي أكيد فرص عمل للشباب العماني وهيضا هذه أولوية ومش واجب أو نشعر أنه نحن مجبورين أنا دايماً بتكلم مع الوزراء يجب تدريب الشباب العماني ليصبح حاجة ومش فرض طبعاً يعني اليوم عندما يصبح نحن بحاجة إلى شباب عماني ونفضل الشباب العماني يعني شباب وبنات لما نقول الشباب العماني على أي جنسيات أخرى أسوية أو أجنبية ولكن علينا أن نعمل سوياً إلى تدريب وتأهيل هذا الشاب ليصبح حاجة وهذه كلمة كتير مهمة وليس فرض مفروض علينا من وزارة العمل بالطبط شكراً لك على هذه الرسالة والكلمات الطيبة الجميلة الله يحفظك يا رب العالمين وبين لقاءات أخرى إن شاء الله ورحت كلنا زيارات أيضاً باللبنان أهلاً سهلاً تشريف أستاذ إليه رئيسة هيئة تنمية العلاقات الاقتصادية اللبنانية الخليجية شكراً لك وإذن أحبطنا نحن كده وصلنا للختامة أتمن بالفعل اليوم في برنامجكم الصباح الصباح رباح قضيت أجمل الأوقات مثل ما نحن استمتعنا كثير بتواصلكم الجميل طبعاً في ختم هذا اللقاء نتذكر معنا جلالة السلطان هيثم من طارق المعظم حفظه الله ورعا في خطابه في 23 فبراير 2020 تحدث عن مرتكزات التنمية الاقتصادية بالسلطنة والتي تنطلق من الرؤية المستقبلية عمان 2040 التي شارك فيها مختلف أطياف المجتمع العماني في رسم تطلعاتها ووضع أيضاً وجهاته وأهداف الرؤية أيضاً الاقتصادية الاجتماعية والثقافية إذن في الختام تقبلوا تحياتنا أخذكم منير الحاج وتحيات أحمد البلوشي وهنا ألبو السعيدية وتحيات الأستاذ السعيد موسى ويومكم سعيد ولا تنسوا متابعة باقي البرامج عبر إذاعة مصقاط أف أم سلطاننا هيثم تقدم برجالك الهيبة تحزم لكل ولا بالله نقسم نوقف على يمينك جنودي نوقف على يمينك جنودي سلطاننا هيثم تقدم برجالك الهيبة تحزم لكل ولا بالله نقسم لكل ولا بالله نقسم نوقف على يمينك جنودي نوقف على يمينك جنودي أضرب بسيفك كل ما أخطي وبشر بعزك وين تقطي واللي نوابه الشر يبطي بسيف والخنجر نذودي بسيف والخنجر نذودي سلطان الناعي تمتك الدم برجالك الهبا تحسن لكل ولاب اللوح نكسم نوطف علي ميناك جنودي نابع مسيرك وم المسيرة رجل المواقف الكبيرة بوذي يزن عينك بصيرة والخير في ظلك يا سودي علوان واضح في كتابك والحب نصغي لخطابك قابوسنا الغالي وصابك وانت الكافون سلل سودي سلطان الناعي تمتك الدم برجالك الهبا تحسن لكل ولاب اللوح نكسم نوطف علي ميناك جنودي انت لملوى النور كلام الفقر راقي والأدلة دين الكواقف والأهلة قدر العماني في صعودي قدر العماني في صعودي إلا على طار العماني يبرق له اسهل اليماني حيبا على كل زماني بالأول عز صمودي بالأول عز صمودي سلطان الناعي تمتك الدم برجالك الهبا تحسن لكل ولاب اللوح نكسم نوطف علي ميناك جنودي هذا الوطن عالي وغالي يعلم قامه بالرجالي في بر في بحر جبالي إلى الفقر مالا حدودي يا سيدي هيتم تسامة حكب السلاطين العظامة تبقى إلى يوم القيامة جنتك ونوفي بالعهودي جنتك ونوفي بالعهودي سلطان الناعي تمتك الدم برجالك الهبا تحسن لكل ولاب اللوح نكسم نوطف علي ميناك جنودي الصحة هي الأن